دعت قمة حركة عدم الانحياز المتواصلة أشغالها بالعاصمة الأغاندية كامبالا لليوم الثاني إلى وقف فوري للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين واعتمد كبار المسؤولين الوثائق الختامية للقمة وتتضمن فقرات عديدة حول فلسطين تؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وتوفير الدعم الإنساني بكميات كبيرة ووفق الحاجات ورفض وإدانة تهجير القصري من غزة وفلسطين عبوما وأكد المجتمعون دعم فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والدعوة إلى عقد أو عقد مؤتمر دولي لإنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال كما رحب أعضاء المؤتمر بخطوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بإجماع كامل يجب على حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي التحرك بسرعة والتدخل لمساندة إخواننا وأخواتنا في فلسطين لوقف العدوان وإعضاء الشعب الفلسطيني حقه الكامل بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال أراضيه وعاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر